ابا حضرتك اتكلمنا عن الضغط العالي و الضغط الواطي يعني ايه عالي و يعني واطي و يعني 122 برافو ده سؤال حلو القلب بيعمل ايه؟ حركة حسين بييدك القلب بيعمل كده؟ ده انقباط و كده ده انبساط زي الحياة ما الحياة كده و كده؟ انت فضيعة و زي الحب ماو كده برضه و كده و كده يعني دي سنت الحياة هتخليه هتحك كحة ومرة تروح افشة وخلاص ويبه تمام والله هو بيعمل كده ساعات الالد بيعمل كده وخلاص ويسكت صحيح فالالد بيعمل حركتهم كده وكده كده وكده العمر كله عايزك تجيب بلونة مليانة مية وتعمل فيها كده وتسيبها وتشوف الضغط جوه اما اعمل بايديه على البلونة كده الضغط جوه بتاع المياه يعلى ولا يوطى اما ازنقها ده اختحيح يعني بتعلى ولما سيب ايدي ده اللي بيحصل بالضبط القلب ينقبط الضغط يعلى ينبسط الضغط ينزل اذا يتراوح بين مية وعشرين وتمانين مية وعشرين عنده الانبساط وتمانين عنده الانقباط وتمانين عنده الانبساط تمام بس هو ده الرقمين اللي مغلبين الناس طيب فيه واحد بقى او مسلا سيدة او بيقولك انا ضغطي واطي يعني اوخ ضغطه بقى ستين اللي تحتاني دوت فده ستين ده يعني مش هقولك لا انا ضغطي واطي كده اه او واحد تاني يقولك لا انا ضغطي عالي كده يعني انا ضغطي عالي ده مفيش كده مفيش كده هتكلم عن الواطي الواطي بس الواطي مش شتيمة لا بيبقى واطي يعني بفي مشكلة هاقول لي حاليا ده حاجة مهمة جدا الارقام اتغيرت الارقام اتغيرت اه فا هقولها لك كده واضحة عشان محدش يطلحبت ضغطينا الطبيعي كام تمانين مية عشرين تمانين برافو عليك برافو عليك اذا مية عشرين تمانين ده الطبيعي اه بالانجليزي is the normal yes yes بتنضى اي ديل مش المثالي ليه كده ده اللي تغير بقى اه فلما تلاقي مية عشر تغير زبعي بقى اما لاقي مية عشر سبعين كنت زمان يقول ده فيه حاجة اقول لك ضغطك واطي دلوقتي يقول لهم الف مبروك ضغطك مثالي تمام مم فده اللي تغير في الضغط الواطي في بنات كتير جدا بيروحوا عيادات بدون داعي عشان ضغطها مية وعشر سبعين تقول لك ما انا ضايخة ايوة ستي انت لزعتي دفدل ايه انت ضايخ دقص ممكن عندك سمية سبب تاني خليك ضايخ انت عندك شغال في بيتك حرامي اما حاجة تنقص مش شرط هو اللي خدها لا طبعا مش شرط هي عندك بس يعني الاحتمال بيروح له مية عشر سبعين وضايخ طب ما انت ضايخة من انيميا اه مش علاقة بالضغط فبيمشو بهذا الموال لحد اما تتجوز وجوز هيتعود على الكلمة دي امي هاتيلي كباية مية ما بخدمكش انا ضغط واطي انا ضغط واطي مش قادرة مش قادرة طبعا ده وهمة شديد جدا جدا لكن ضغط عالي مفيش حاجة اسمها انا ماشي بضغط عالي طيب زمان يعني مفيش حاجة اسمها ضغط واطي فعلا لا لا ضغط واطي يبقى مريض يعني مفيش حاجة انا طبيعتي ضغطي سبعين كده والستين مفيش كده كان فيه كده زمان لهو الضغط الواطي الاولي اتلغى اتلغى من الطب كله اه يعني مش مسموح لحد يقول زي ما زمان مثلا واحد يقول انا عندي القلب ده مش مسموح خلاص ده نعرفت عندك ايه في القلب وبعد ضغطك واطي تعال نكشف اذا كان هو سابق مرض يعني مثلا نقص الكورتيزون حيواطي ضغطك اه بس ضغطك واطي حالجه يعني اذا كل البشر اللي ضغطه واطي يكشف لابد يكون الضغط من مية وعشرة مية وعشرين سبعين ثمانين برافا عليك اقل من كده لا يبقى فيه مشكلة اه يعني اقل من سبعين وقل مية وعشرة حتى احنا نشوق مية ستين وفيش مشكلة مية ستين ومفيش مشكلة شفه كتير جدا جدا ده ليه علاقة بالعمر لا لا خالص ما لا علاقة بين طب ما اذا يبقى الضغط ورده ليه علاقة شوية بطبيعة الانسان اه في الستات اكتر ستات بنات في سن المراقة اه بس يماشيين وبنقولهم روحوا جهم لعبوا وكده مفيش مشكلة اه الرياضة بتفرق يا دكتور اه لكن ضغط عالي اسف مفيش حاجة اسمها انا ماشي بضغط عالي خالص ليه زمان كان نهايتنا مية واربعين سنين اذا تشخيص الضغط العالي فوق مية واربعين سنين طيب تي حاجة يقولوه بعض مرضى الضغط اللي هم المتمرسين في الحكاية دي اللي هو مسلا بقالو يعني معلش يعني بقالو عشرين سنة عنده ضغط وكده فيحس ان ضغطه عالي هو خد الحباية الصبحة يقولك انا حاس ان ضغطي عالي يقاس بالحاجة بتاعته دا الماكنا دي اللي هي الديجيتال دي يروح واخد حباية تانية ينفعها خالص خالص ينفعها فنهايتنا كانت مية واربعين سعين اذا انا من حقي كطبيب اشخص ضغط فوق مية واربعين سعين مثال مية وخمسين على مية دلوقتي بالارقام الجديدة مية واربعين سعين يتعالج اه الدنيا التوارف خلاص مش مسموع يقولك حاسيبه ليه لما يبقى مية وخمسين على مية ان يقدر نعالجه اه انما حكاية ان انا حاسس ان ضغط عالي كثيرا تطلع كاذبة ساعات يتعصح ساعات يتعصح ساعات يتعصح طب دي ارى حدرك في الجهاز الاجهزة ديجيتال واني يسا بس يعني الافضل الزي بقى وانه الدكتور يشوفه بلاش احنا ايه يعني في ناس بتبقى وبعدين مش عايز الناس تعيش بهساس الضغط اه ده في ناس بيتقيس خمس ست مرات في اليوم صحيح طب وده كلام يعني هو عايش للضغط بقى هو يسيب الضغط ده ايرم يحمله طب بعضهم بيبقى خلص شغله وكده قاعد فاضي بخايف على نفسه لا ده يعمل له مشاكل اكتر ده يعمل له مشاكل نفسية اكتر الف مرات يعني الواحد المفروض ييزدغطه كل اسبوع مره كل اسبوع مره كل اسبوع مره ده مريض الضغط طب هو لو قاس النهاردة ولقاه ملاق بط يجرع الدكتور اه ما يستنياش بيقول له عذابة الدواء وبتاعه عارف عارضك بقى العادي اللي في امريكا واوروبا العادي اللي هو عايزة اتطمن على ضغط كل السبوع اللي احنا هنا بتنيس كل يوم اه انا كنت روحت دكتور زمان في وسط البلد كل السبوع كان اسمه ازن الدكتور ازن محمد عطية بتاعه دكتور رحمة الله عظيم دكتور عظيم ده استاذنا عادت اربع تشر روح واجي يقسل الضغط كل اسبوعين يروحك ويروحني لغايت معالي امشي يا ابني انت ما عندكش ضغط كان لسه الهولتر مطلعش لكن بيزبين بتاعه اه الهولتر دلوقتي جهاز بيتربط على ايدك اللي هو بيع 24 ساعة ده 72 ساعة لا ما كانش تطلع علاق ما كانش تطلع لو بيعمل ايه بقى اقول لنا بقى الهولتر ده حضرتك ييس الضغط لوحده اه طبعا مرة شفت ازا انا الصحاب ليك يعني انا عايز اقول لك حاجة انا عايز اصلاك الضغط وانت نايم ام هعملها ازاي دي وفي كل حالاتي بقى هعملها ازاي اه طبعو انت بتجري صحيح طبعو انت رئيسك من نرفيزك ام واحد رئيسه من نرفيزه عايز اصلاك ساعة ام ازاي يعملها فالهولتر رائع زي جهاز رسم القلب رائع اه والله احسن من جهاز رسم القلب اه والله استفدنا ده بقى يعني الواحد لما يكون مسلا في سن معينه كويس مفوش حق يركبه يوم يتطمع عارقه اذا كان هناك شك اه ومرة ثانية مئة وعشرين ثمانين قول لما اخذ بقى هنحط لك الجهاز ده احنا اللي نقول ام لان حركة عارف ان الاسترس يعلي الضغط اي استرس ام البحث اللي انا عملته وانا بترقى من مدرس الاستاذ مساعد ام است الضغط للطلبة قبل اه واسناء وبعد الامتحان الشافوي مزبوط مزبوط في طلبة سجله متين واربعين عمية واربعين ام اثناء الامتحان وكان مئة وعشرين ثمانين وارجع مئة وعشرين ثمانين طيب يعني احنا قبل ما نختم نبقى عندنا نصيحة مهمة جدا لاي حد ضغطه واطي ده مش طبيعي ما تقلقش بس مش طبيعي مش طبيعي وده لي علاق حاليا كان زمان يمشي الكلام ده ولو اختبرات انا طبيعتك ضغط واطي كانت تمشي لما النهاردة ما يمشيش الكلام ده لا 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 لو اختبرات كتيرة جدا مم وكورتزون ومنددة مائلة لا لا يعني اللي ضغطه واطي يسلم نصه بلاش ايه نمشي انا صنع ضغطي واطي دكتور حسين بشكرة جدا ألف شكر حضر ألف شكر حضر